ازاكم شباب عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. انا ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. منحة في دولة استراليا مقدمة للطلاب بالراغبين في دراسة الباكالوريوس اللي هي الدراسة الجامعية بعد السنوية العامة او الماجسترة او الدكتوراه. منحة بتقدم لك العديد من المميزات المختلفة اللي تقدر تحصل عليها زي تغطي جميع تكاليف الدراسة بتوفر لك راتب شهري. كمان بتوفر لك سكن مجاني بتوفر لك التأمين الصحي. كمان تقدر تستحب احد افراد الاسرة لو حضرتك مسلا متجوز وعندك اطفال واعس تستحبهم معك. كمان المنحة لو مش معاك شهادة ايجادة لغة انجليزية فانت بتقدر تقدم على سنة تحضرية لتعلم اللغة الانجليزية. المنحة بتاعتنا منحة ممتازة مش بتطلب منك شهادة ايجادة لغة انجليزية. منحة جامعة بندل استراليا اللي هنتعرف في خلال الفيديو بتاعنا على التفاصيل الخاصة بالمنحة. الكليات اللي موجودة في المنحة كمان. المميزات بتاعت المنحة المستندات المطلوبة منك. وكمان شارحة طريقة التعديم خطوة بخطوة. فلو انت عايز تسفيد من الفيديو. ولو عندك اي سؤال لو اي استفسار انا مذكرتش في الفيديو بتاعنا. ممكن تتفضل تسيبه في كومنتات. وانا هرد عليك وهيريت في نهاية الفيديو. ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكريب واشتراك في قناة فعل الجرس. دعم منك الجودة اللي بنحاول نقدمها ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازايكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة بوند لدراسة البكالريوس او الماجسرة والدكتوراه في دولة استراليا. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التعديم خلينا نعرف مع بعض ايه هي المميزات والتفاصيل الخاصة بالمنحة. بالنسبة لتفاصيل المنحة فالدولة المستضيفة هي استراليا الجهة المنحة. ويسمى الجامعة المقررة الدراسة بها جامعة بوند في استراليا. المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها على دراجة علمية هي البكالريوس اللي هي الدراسة الجامعية والماجسرة وي الدكتوراه ويمكن لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم وبالاخص طبعا جميع الطلاب العربي اللي بيطابقوا نوع دكتور المنح يقدر تقدم على المنحة دي مش طالبة منك سن المحدد مش طالبة منك شهادة ايجادة لغة انجليزية لان انت بتقدر تقدم على سنة لتعلم اللغة كل ده هنشوفه مع بعضه احنا بنملى بتاعنا. اخر معادلة تقديمة يكون خمستاشر اكتوبر عشرين واحد وعشرين. طيب مين اللي يقدر يقدم على منحة جامعة بوند في استراليا? لو حضرتك طالب لسه في اخر سنة في السنوية العامة او خلصت السنوية العامة بالفعل. وهي تقدم على دراسة الجامعية بتقدر تقدم لو انت خلصت بالفعل وحابب تبدأ دراسة من الاول في منحة جامعة بتقدر تقدم ما فيش اي مشكلة. كمان لو انت عايز تقدم على بتقدر تقدم ما فيش مشكلة لو انت طالب خلص او في اخر سنة في بتاعتك وكمان لو انت عايز تقدم على الدكتوراه بتقدر تقدم لو انت في اخر سنة في الماجستير بتاعك او خلصت بالفعل. طبعا هنا في بعض الملحوظات الهمة لو حضرتك حابب تقدم على اي من حضراتي بنفسك. فانت بتتبع خطوات الشرح التفصيلية بتقدمها لقناة دكتور المنح كالعادة ولو انت عايز تسفيد من خدماتنا سواء في التقديم على منح دراسية تجهيز المستندات او ترجمة المستندات لاي لغة فقول اللي عليك انك انت بتملأ خاص بنا واللي بتلاقي لينك بتاعه موجوز في سندول وصف اسفل كل فيديو من الفيديوهاتنا وفريق تقديمات قناة دكتور المنح بيبدأ يتواصل معك مباشرة وكمان بتنساش الشارك في جروباتنا على الفيسبوك والواتساب وتليجرام لمتابعة كلهم يخص المنح اول باول طيب ايه هي كليات والتخصات المتاحة التقديم عليها في منحة جامعة بوند حضرتك تقدر تقدم على اي كلية اي تخصص من التخصصات او كليات المتاحة في الجامعة بتلاقيين هنا سايب لك الكليات المتاحة التقديم عليها بالنسبة للباكالوريوس موجودة هنا دي كلها بالنسبة للباكالوريوس وكمان تقدر تطلع على جميع كليات والتخصص من الموقع الرسمي الخاص بالجامعة لو جيت تضغط هنا هتفتح معك الصفحة دي لو جيت هنا معايا ده بالنسبة بتقدر تطلع على جميع الكليات اللي موجودة بالنسبة للطلاب الراغمين في التقديم على من صفحة الموقع الرسمي الخاص بجامعة لو جينا هنا مع بعض هنلاقي كليات والتخصصات المتاحة تقديم عليها بالنسبة للماجستير والدكتوراه موجودين هنا قدامك دولة كلهم تقدر تطلع على التخاصص اللي انت عايزه كمان لو انت عايز تطلع على اليوم من الموقع الرسمي الخاص بالجامعة. بتيجي تضغط هنا طبعا تفتح معك الصفحة دي. هنا بيقول لك وقادي هنا جميع التخصصات اللي تخص والدكتوراه للناس اللي حابة تقدم على منحة جامعة من الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. كل حاجة موجودة هنا باللغة الانجليزية موجودة على موقع قناة دكتوري المنح باللغة العربية تسهيلا للطلاب. بتلاقي رابط اي مقال احنا بنشرح منه المنح موجود في سندور وصف. اسفل كل فيديو من الفيديوهاتنا. بتقدر تدخل عليها عشان خاطر تلاقي المنحة مكتوبة مشروحة باللغة العربية. تسهيلا عليك وكمان بتلاقي الموقع الرسمي موجود في كل مقال من مقالاتنا. طب ايه هي مميزات المنحة والتوميل? خلي بالك ان جامعة بوند بتقدم لك العديد من المنحة الدراسية المختلفة اللي انا هوريها لك واقول لك ازاي انت ممكن تجيبها تبعا للدولة بتاعتك. ولكن خلي بالك من حاجة. المنح دي بشكل عام بتغطي لك العديد من ممائزات. زي مسلا بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة. زي مسلا بتوفر لك راتب شهر. زي مسلا بتوفر لك تمين صحيح. بتوفر لك سكن مجاني. كمان تقدر تصحب احد افراد الاسرة معك لحضرتك متزوج. تقدر تاخد زوجتك واولادك. او مسلا حضرتك متجوزة تقدر تاخد زوجك واولادك كمان. بتوفر لك سنة لتعلم اللغة الانجلزية لو انت حابب ان انت تاخد السنة دي. تمام? طبيعيا المستندات اللي هكون مطلوبة من حضرتك. طبعا تملأ خاص بالمنحة وهتدخل جميع البيانات فقط باللغة الانجلزية. كما يكون طالب منك صورة شخصية. صورة من جهز الصفر. صورة مشاهدة التخرج بين درجات اي خلوها الدراسة حصلت عليه. يعني لو انت بتقدم على يكون طالب منك صورة مشاهدة تخرج بين درجات السنوة العامة. لو انت بتقدم على ماجستير هيكون نطلب منك صورة بمحثراف بمثال. كمان بالنسبة لخطاب التحفيز هكزا. وكمان بالنسبة لي خطابات التوصية. طبعا لو حضرتك مش هتاخد السنة بتاعت اللغة ومعاك شهادة لغة فانت بتقدر ترفقها ما فيش اي مشكلة بتكون اضافة للابليكيشن بتاعك. ده ان وجد كمان لو انت عندك اي شهادات دعيمة لكورسات تدريباتها عمل تطوعية. كمان انشاطة جواز علمية حصلت عليها بتقدر ترفقها في بتاعك لو معاك بتدعم بتاعك. طيب هنا في بعض المنحة الاخرى طبعا تم شارحة القناة الدكتور المنح بالفيديو خطوة بخطوة وكمان كل التفاصيل مكتوبة باللغة العربية والممائزات والكليات والمستندات المطلوبة. بتقدر بتشوف المنحة اللي انت عايزها ازا كانت في ايرلندا الولايات المتحدة الامريكية كندا روسيا اليونان ايا كان بتقدر تطلع على المنح دي من هنا تركيا كندا كل ده موجود هنا قدامك تمام بتشوف المنحة اللي انت عايزها وتضغط بس على طيب لو جينا هنا مع بعض ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة لضغطنا عليها تفتح معك الصفحة دي. من هنا انت المفروض تعملي. حضرتك هستعرف ايه هي المنح اللي نزلة ليك بناء على الدولة بتاعتك. انا مسلا من مصر انا مسلا من الجزائر انا من تونس انا من المغرب انا من الملاكة العربية السعودية. انا من اي دولة عربية هاعرف ازاي المنح اللي نزلة للدولة بتاعتي بكل بساطة بكل بساطة بتيجي هنا بتيجي بتفتح السهم معي وبتبدأ تدور عن الدولة بتاعتك. انا مسلا من مصر هبدأ اكتب هنا ايجيب بتطلع هنا مصر بضغط عليها وبعد كده بضغط على وبمجرد ما ضغط على بتطلع عليك جميع المنح الدراسية اللي نزلة للدولة بتاعتك كل ده بتلاقيه موجود هنا قدامك كل منحة بتاعها بالكريتيريا بتاعتها بالفاليو كمان اللي هو تاريخ الانتهاء كمان هنا بيقول لك لو انت عايز معلومات اكتر تضغط على او بتلاقي كل حاجة موجودة طبعا انا مسلا هنا عملت عن مصر طيب تعالى مسلا نعمل عن دولة تانية ولكن على سبيل المثال دولة المغرب مسلا تعالى نكتب هنا موروكو بعد كده بنبدأ نختار هنا المغرب بعد كده بنضغط على بعد ما بنضغط على بيبدأ يجيب لك المنح الخاصة بالدولة بتاعتك طبعا تبقى لدولة المغرب بتلاقي هنا المنح دي موجودة بالنسبة لطلاب المغربين خلي بالك انا في واحد واتنين وهكزا بتشوف الدولة بتاعتك من هنا بتعمل سيرش وبتشوف المنح الموجودة طيب دلوقتي انا عايز اقدم على المنحة المفروض اعمل ايه طيب هتيجي معي هنا تضغط للتعديم على المنحة مباشرة وتفتح معك الصفحة دي هتقول لي يا موري ده الابليكيشن الخاص بالجامعة هقول لك ايوة حضرتك بتقدم على الجامعة وبعد اقول لك بيعتبروك تلقائيا في منحة دراسية هما اللي بيحددوها لك بناء على بتاعك طيب انا عايز اسجل لسه اول مرة ادخل ووعمل تمام عتيجي تضغط على هتفتح معك الصفحة دي بتيجي هنا بتختار الجنسية بتاعتك بتيجي هنا بتكتب اسمك اسم العائلة بعد كده البريد الالكتروني الخاص بك بتكتب بريد الالكتروني مرة تانية بتكتب كلمة السر بتكتب كلمة السر مرة تانية بيقول لك هل انت في استرالي حاليا فانت طبعا لو في استراليك بتختار ياس لم تختار انه بعد كده بتختار الجنسية بتاعتك بتعمل شكل مربع ده بتضغط على وبتروح بعد كده على البريد الخاص بيك بتلاقي انبعتولك ايميل بتبدأ تفتح الايميل ده طبعا وبتضغط على اللينك اللي بعتولك عشان تعمل بتاعك بعد كده بتيجي معي في الصفحة دي بتضغط على بتفتح معك الصفحة دي بتكتب البريد الخاص بيك بتكتب الباسورد بعد كده بتضغط على وبيدخلك على اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي دي اول صفحة تفتح معك في بتاعك بتيجي هنا معي مسلا بتضغط على انا هنا مختار الفاكلة اني والاورد طيب اني انت ممكن تحدد ممكن انت تكتب مسلا في اسم كلية معينة ممكن انت تختار في الفاكلة هنا والاورد طيب بتفتح السام وتختار اللي انت عايزه. انا عملت اني وعملت عشان يطلع لي جميع البرامج ووري لك من هنا. طيب هو هنا طلع لي جميع البرامج طبعا انت هنا دي اول صفحة في اتنين وتلاتة لغاية التسعة واكتر من كده. هتشوف انت عايز تقدم عليه. مسلا انا عايز اقدم على ايه كلية من دولة اللي هيكون مسلا البزنس تمام? هاجي هنا اضغط على بمجرد ما ضغطت على هيبدأ بقى يحولني على بتاعي طبقا للتخصص او البرنامج اللي انا اخترته. طيب هنا طبعا بيقول لك هي الحاجات المفروضة تكون مجهزة معي. تمام? انت هتم له هنا مرحلة الاولى والتانية والتالتة زي مشرحهم لك اللي اتشم انت طبعا اللي انت تبدأ ترفق فيها المساندات بتاعتك بعد كده بتبدأ تراجع كل حاجة بعد كده بتروح على طيب هنا تيجي طبعا انا جاهز عشان انا اقدم هيحولك مباشرة ويدخلك على اول صفحة هنا معنا في بتاعنا او اول احنا المفروض نملاها مع بعض. طيب بعد ما ندخل على الاول مع بعض طبعا هنا بالنسبة دي بيسألك معلومات عن الجنسية بتاعتك. هل انت مع الجنسيات اخرى ولا لا? هل انت في استراليا ولا لا? بتبدأ تجاوب على الاسئلة دي. بعد كده بالنسبة دي معلومات شخصية بيكون طالب منك اسمك اسم العائلة كل المعلومات اللي تخصك بتاعك تاريخ ميلادك رقم جواز الصفر وهكذا. بعد كده طبعا تبدأ تدخل رقم تليفونك العنون بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني خاص بيك. بعد كده لو حضرتك بتعاني لقدر الله من اي عاقات بتبدأ انت هنا بتوضح له ايه هي الحاجات اللي بتعاني منها. لو انت مش بتعاني من اي عاقة خلاص انت بتبدأ تجاوب على الاسئلة طبعا بعد ما بتقراها وبتشوف ايه هي الحاجات المتطبقة عليكم مش متطبقة عليكم. بعد كده بالنسبة طبعا انت هنا بتبدأ تدخل بيانات عن جواز الصفر بتاعك رقم جواز الصفر الجنسية بتاعتك تاريخ اصدار جواز الصفر تاريخ انتها جواز الصفر وهكذا. بعد كده بالنسبة هوا هنا بيقول لك هل انت معاك فيزا لدولة استراليا فانت طبعا بتختار نوه. بعد كده هنا بيقول لك هتختار رياس لو انت بتقدم على دراسة في استراليا وبعد كده خلي بالك بالنسبة للجوز الخاص تضغط عليها. هنا طبعا بيقول لك هل اللغة. اللغة الاولى في دولتك طبعا انت بتختار نولة. لو اللغة الاساسية هي مش اللغة فبتختار نوم. بعد كده بتيجي انه بيقولك بتبدأ تختار اللغة بتاعتك. بعد كده بيقولك هل في دراسات سابقة اللي كانت بلغة انجلزية? لكن انت بتدرس قبل كده باللغة انجلزية تختار ياس Bierce لو لا بتختار نوم. طيب لو جيت اخترت نوم في كل حاجة وهو انت ما درستش بلغة انجلزية انت ممتحنتش عني بتاع اللغة انجليزية واخترت مسلا كله بيجي لك انا في الاخر بيقول لك هل انت عايز تسجل في كورس لغة انجليزية في جامعة فانت طبعا هنا بتيجي بتختار بعد كده انا بيقول لك انت عايز تبدأ امتا بتبدأ تختار التاريخ اللي انت هتبدأ فيه وطبعا المتوقع ان هو هيكون في شهر يناير لسنة عشرين اتنين وعشرين تمام بعد كده بتيجي هنا بتضغط على عشان يحفظك بيانات بتاعتك بعد كده سايف هيدخلك على الجزء التاني في بتاعنا بعد كده في التانية في بتاعنا طبعا هنا بيقول لك طبعا انت هنا بتيجي مختار اصلا انت بتاعك هنا طبعا هنا بيقول لك انت بتختار الطريق بتاعك بعد كده هنا بيقول لك بتفتح سنة بتبدأ تختار اللي انت عايزه طبعا دي كلية الاسسية والبرنامج الاساسي وهنا التخصصات الموجودة بعد كده بتيجي هنا بيقول لك. طبعا انت هن بتبدأ تتكلم عن الدراسة السابقة بتاعتك تبدأ تتكلم عن لو انت كنت اتحقت باي وظائف. بعد كده هن بيقول لك انت هنا بتيجي معي بيقول لك هنا طبعا انت هن بتختار انت مقدم اعادي من غير او انت تحول اي ساعات والكلام ده كله. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص طبعا انت هن بتيجي بتختار طبعا هنا بيسألكو و بيقول لك اللي انت عندك comme يمولوك. فطبعا انت لو ما عندكش طبعا بتختار نو بتختار نو. وده بيفهم الجامعة ان انت عايز منهم منحها. بعد كده بعد كده سيف الكنتوني ويدخلنا في الجزء التالت من بتاعنا. بعد كده في الجزء الاخير الجزء ده سهل وبسيط بيسألك عن الرياضيات اللي انت بتمارسها. بيسألك بعد كده طبعا حضرتك اللي هو انت بتبدأ هنا طيار الحاجات الخاصة بالجامعة اللي هو مدها لك. طبعا بتبدأ هنا تختار ان انت قرأت كل الشروط دي طبعا لازم تقراها. وهنا ده زي توقيع بطاعك او اسمك. بعد كده هنبيقول لك لو انت اقل من التمنتاشر السنة بيقول لك هل انت هتكون اقل من التمنتاشر السنة لما تيجي تدرس عندنا. طبعا لو تكون اقل من التمنتاشر سنة بتختار يسأل طبعا هنا بيقول لك دخل معلومات عن احد ولديك. لو لا بتختار نو. بعد كده هنبيقول لك طبعا انت هنبي بتيجي بتختار نو. بعد كده بتيجي بتضغط على ويدخلنا على الجزء الخاص وفي الجزء ده هنبدأ نرفق المستندات الخاصة بنا. بتيجي في الجزء الخاص طبعا بتيجي هنا بتبدأ ترفق له المستندات بتاعتك واللي احنا ذكرناها كلها هنا بالتفصيل. صورة شخصية جوال الصفر شاية تخرج بين درجات اخر مهال الدراسة حصلت عليه. سيرة ازاتية اختب تعفيز اختب توصية. اي شهادات دا عامة لو معك شهادة لغة بتبدأ ترفقهم لكلهم هنا بعد ما بتخلص وبتعمل لكل المستندات بتاعتك. بتضغط على وبعد كده بتيجي في الجزء الخاص طبعا في الجزء ده بتبدأ تراجع كل البيانات اللي انت ادخلتها في بتاعك بتبدأ تراجعهم مرة واتنين قبل ما تفكر ان انت تعمل طبعا هنا بيقول لي طبعا في حاجات كتير ان ما مرتهاش هنا فهنا بيقول لي ام لاها او كملها طبعا حضرتك بعد ما تكمل كل بياناتك بترجعهم وبعد كده بتضغط على بتبدأ تستنى نتيجة بتاعتك. يما بتتابع على الاكاونت بتاعك على حساب الجامعة يا اما بتبدأ تتابع البريد الالكتروني خاص بيك ومن الافضل تتابع الناحيتين البريد الالكتروني والحساب بتاعك على المنحة وكده نكون خلصت شرحة ريت التديم على المنحة المقدمة من جامعة بوند في استراليا اتمنى ان الشرح كانوا واضح ببسيط لو لسه عندك ايه السؤال ها يستوصل وما اذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل سيبه كومنتات انا ارد عليه ويريت في نهاية الفيديو ما تنساش اضعونا بلايك وتعمل سبسكرا واشتراك في القناة اتباع للقرص دعم المنح لجودل بنحاول نقدمها وشكرا